يا رب دايما وابدا تكونوا بخير وبالتوفيق يا رب دايما وابدا هنتكلم النهاردة عن اخر سيناريوهات او طبعا حسب ترتيب الفيديو انت تتفرج عليه فالمفهون ده واحد من السيناريوهات التكرارية او تداخلية ما بين كتاب الراوند وكتاب النظري معنا في الكوميتي ويمكن ده اكتر شابتر في تداخلات ما بين المادتين فانا هشرحه زي ما بشرح بالزبط النظري بتاعنا احنا نتكلم النهاردة عن شابتر اسمه الفيتال استاتيستيكس فيتال طبعا معناها الحاجات الحيوية وستاتيستيكس معناها احصائيات فاحنا بنتكلم عن احصائيات الحيوية اللي هي بتشمل موليد نسبة الموليد والاصابة والوفيات بس ذكر انما في المقدمة بنتكلم عن حاجة اسمها البوبيوليشن بيرامد وده الهرم السكاني وهنتكلم عنه بس في كلمتين سريعين وبعددخل في موضوع الشابتر بتاعنا طيب البوبيوليشن بيرامد او الجزء اللي احنا نشرحه بشكل عام انا هعمل استرس او هشرح الاجزاء اللي هي علاقة معنا في الراوند وسترس عليها وقون دي حتة في الراوند والاجزاء اللي معنا في النظر انا بشرحها هتشرحها عادي فيش مشكلة خالص طيب الفيديو هيترافع مرتين مرة مقصوص وهيبقى للناس في الراوند ومرة هيبقى كامل للنظر بمنتهى البساطة اول حاجة معنا ايه هو التعريف يعني ايه اصلا ببليشن بيرامد الصور دي جميلة جدا 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 بمنتهى البساطة هو بيشرح كل حاجة من الصورة الصورة بتاعتنا بتوضحينا حاجة اسمها back to back histogram back to back ضهرك لضهري خلاص وهيستو جرام ليه لانه عبارة عن شوية عواميد طيب back to back histogram دي جرقم واحد ده اللي هو اول جزء في التعريف بتاعنا طيب والكلام اللي موجود جوه ده ايه ايه المربعات دي بيقولك والله المربعات دي بتتكلم على birth والdeath يعني الموليد والوفاة وكمان الميجريشن اي حاجة تحصل بسبب الميجريشن يبقى احنا دول كل المولدين دول كل الناس المولودة 101 ايان كان ويبدوا ينقصوا ليه بيموتوا او بيسافروا مهم يفضلوا ينقصوا ينقصوا لحد ما يوصلوا بقى فوق نشوف بقى اخبارهم ايه طيب والارقام الجميلة دي تعبارة عن السن طيب والسكس يقولك الرجالة طول عمرهم شمال فهم الجدول الشمال تيجي في الامسي كيو يقولك الميل فالرجالة طول عمرهم شمال انما الست طول عمرهم راصح طيب هو طبعا اللي حط القاعدة ديت هو يعتبر يعني الى حد ما بس مش مشكلة تمام ما فيش مشكلة يبقى عندي السن كله هو هو بيقارن الجدول ده من الاخر كده بيقارن ما بين السن والسكس بيقارن ايه بقى فيهم بيقارن حاجة اسمها الموليد والوفيات او الهجرة مهم من اي تغير بيحصل الناس اللي تولدت طيب فيها دي روطة كان مهمة فيها عندنا شوية مستطيلات كل مستطيل منهم او كل لون فيهم كل مستطيل بيمثل خمس سنين يعني ايه يعني المستطيل ده بيمثل الناس من سن صفر يعني اول يتولدوا لحد ده اربع سنين وبعد كده من سن خمس سنين تسع سنين وبعد كده من عشر سنين لأربعتاشر سن وهكذا طيب يبقى التعريف بتاعنا باك تو باك هستو جرام بيقارن ميل وفي ميل والأيجز بس بيقارن فيهم ايه البرث والوفاء او التغيرات النتيجة عن الهجرة طيب بمنطقة البصر نفس الكرام تاني ويقولك ان السيكس اخبارها ايه على الشمال ميل وعلى الريت في ميل طيب الأيج اخبارها ايه تحت ده الناس لسه مولودة صغيرين صغيرين انما فوق الناس الكبار في السن ما احنا متفقين ان السن بيترتب من صفر لحد ثمانين يبقى تحت الناس الصغيرة وفوق الناس الكبار طيب وبعك يقولك طبعا بقى كل بار عبارة عن خمس سنين ماشي والتوتال اريا بتاعت البار بتمثل 100% من الموبيليش ما هو منطقي يعني انا دهات لو جيت اجيب دهات الناس كلها اللي عايشة في المجتمع هلاقي سنهم من صفر لحد ثمانين فلو انا جمعت كل البرز ديت اما فو يطلع معي 100% يطلع معي كل المجتمع ما هو طبيعي ما هو المجتمع لازم يكون سنه حاجة من حاجات دي طيب بعد كده يجي كلمة كان حاجة اسمها البيزيس فور كومباريزون حنا بنقارن بقى على ايه على الاج والسيكس طيب وبعك يقولك الشكل بتاع البرامد ودي مهمة بقى في الامسي كيو برضو مبدئين بنعرف السيكس اه ميل وفي ميل ايه احنا قلنا الميل او عش مالول في مين علي ميل طيب الاج اه طبعنا اعرفنا الاج واتفالي ان تحت الناس الصغيرة وفوق الناس الكبيرة الالدرلي طيب مورتلتي وميجريشن تتعارف بالصيد يعني ايه الصيد دي لك سلوبينج او ستيب ده معنى كلمة السيد لو اخدنا بلنا نحس ان فيه كيرف كده كيرف او ميل ده اسمه سلوبينج ستيب يبقى الحاجة وقفة مستقيمة هو في حاجة اسمها ستيب اه صوري في حاجة اسمها ستيب هولوك هوا شايفين ده كده اسم ستيب ده كده اسم سلوب طيب نكمل سيادتك بتعيش اد ايه يقولك بتعرف عن طريق ارتفاع البرامد نتقو نشوف كده لو انا كعمر هعيش تمانين سنة هعيش لحد فوق طب لو انا كعمر هعيش لحد خمسين سنة مش هيبقى اصلا كل ده موجود هي ارتفاع بتاع البرامد لحد خمسين بس يبقى ده كل ده كده الارتفاع بتاعنا ليه مفيش عندها ناس بتعيش اكتر من خمسين طبع ده ناس بتعيش اكتر من خمسين بتعيش تمانين او تسعين هتلاقي ان الارتفاع بتاعنا زاد وعملنا خانك ده بالتمانين وخانك ده بالتسعين وهكذا طيب نجدها كده حاجة اسمها ديبندنس ريشيو ودي مهمة شوية يعني ايه ديبندنس ريشيو المجتمع بتاعنا مش كله ناس بتجيب بقى فلوس وبتشتغل وجامدة جدا ومعتمدة عن نفسها لأ للناس الصغيرة قوي اللي هما البيبي والناس الكبار قوي ما هما الناس الكبار قوي والصغيرين قوي مش هيشتغلوا يجبوها ديبوها نفسهم فلوسة يؤكدو نفسهم لمحادي بيأكلهم فا يقولك الني النساء ديبندنس الني هما يقولك القرار اللي هما يقولك قيد حقابي قيد Esc augment أنواع الديبندنسي يناس العام كبير الأصغر من 15 سنة تجيب سيادتك أصغر الناس العام و الناس الأكبر من 60 سنة وتجمعهم يتقسمنهم اللي بيشيروا من الناس اللي سنهم ما بين خمستاشر لستين اللي هم الأدلت وضرب في المية يبس تاكده جبتي حاجة اسمها Total Dependency Ratio ولو تاكده في الامسكيو Dependency Ratio من غير كم من Total واسكت ماشي هتساوي نفس الكلام طيب بعد كده سؤال هنا جميل جدا ومشهور بيجي حتى كنان ايفن في النظري يقولك ايه الفرق ما بين الـ Developed Countries BD والـ Developing Countries ING الـ Developed BD بمنتهى البساطة بيتكلم عن الدول المحترمة نظيفة امريكا بقى اوروبا والجرام الجميل ده وDeveloping بيكلم عن الدول النامية او بمعنى اخر الدول المتخلفة الدول العالمي الثالث اللي هم ما حضرتنا ويبدأ بقى يجيب لك بقى البرامت بتاعهم والبرامت بتاعنا ويقار منتهى البساطة يقارن مع الـ Base اللي هي علاقه بالموليد يقارنك مع height الـ الارتفاع اللي هي علاقه بال Life Expectancy يقارنك مع الـ Apex اللي هي علاقه بمنتهى البساطة الناس اللي بتعيش برضو فوق ستين سنة حاجة شبهة Life Expectancy كده والـ Sides اللي هي علاقه بقى بالموت والناس اللي بتعمل Migration والكامل الحلو ده طيب اخبار الـ Base ايه؟ الـ Base عندهم صغير الـ Base عندنا ما شاء الله معنى كان احنا عندنا الموليد اكتر منه معنى كان احنا عندنا كل احمد بيخلف سبع عيال هم عندهم كل انتوني او جوني او اين كان بيخلف ولد او اتنين انما عندنا كل احمد ما شاء الله بيخلف سبع طيب وبالتالي قولك عندنا نارو بسبب انما احنا ويد بسبب طيب اخبارها ايه؟ هم عندهم يعني مستقيم مش ميل انما عندنا ميل بس يقولك بقى عندنا ايه؟ خلي بالك يقولك عندنا اول شوية مش ميلين اللي هو من صفر الاربع سنين دول مش ميلين انما بعد كده يبدأ يحصل عندنا ميل يقولك بقى ليه؟ اصلاح احنا كنا مهتمين او بالعادة الصغيرة فبنحافظ عليهم ما بيموتوش انما بعد ما بنكبره بيموتوا عادي مش مشكلة فعشان كده من ان الوفيات بتزيد فعاد الاشخاص بيقل يعني احنا انا مثلا كان عندنا 300 شخص لما نيجي نبص كام واحد عندنا في سنة السبعين سنة بيوصل حد سبعين سنة دا يوم مثلا 20 30 50 طب والمتين وخمسين ماتوا فاحنا بنموتهم طيب تلاقي عندهم بتاعهم المفوض يكون اطول من بتاعنا ليه؟ لانه عندهم الشخص بيعيش فتراته طيب الايبكس بقى زي ما شفنا الخط المربع الصغير اللي تحت ده هنشوف في مربع اللي فوق اوصى عيكم من المربع لدينا ليه؟ لان المربع بتاعهم معنى انpas مناس كتير بتاعش بعد سنة ستين بمعنى little height علي مستوى الشخص والايبكس علي مستوى الاشخاص كلها فعلى مستوى الشخص لو انت سيادتك بتاعش بعد ستين فلتلقي انما في الايبكس كام واحد بيعيش بعد ستين فدي خلي الايبكس يم عريض يم ارف Lean طبعا عندنا الناس اللي بتاعش بعد ستين قوليلين طبعا جدا طيب يجي يقولك بقى هنا ايه ما هي خصائص الايجيبت بوبيوليشن بيرابد تكلمني بقى عن مصر بقى تكلمني عن ام الدول يبدأ ديك شوط ارقام وللأسف مهمة البيز بتاعنا اللي يعنقى طبعا بالبيرث ريت الموليد خاص قلناها بكده الرقم بقى كان يقولك الرقم 37% انما في الدول المحترمة 23% بس احمد زي ما اتفقنا غير انتوني انتوني بيخلف اتنين احمد بيخلف سبعة طيب وبتاعنا 37.7 طيب وانتوني 20 او 20% وفكروا افتكروا الرقم دي عشان فيه نوكتة دي هتيجي تحت بعد شوية السايتس اخبارها ايه قولك هو 8 من سلوب احنا مهتمين جدا بالعالة الصغيرة من 0 ل 4 سنين عشان احنا عاملين كنترول ومزبطنه كنترول المرتاة ليا الوفاء انها بعد كي بدأ يحصل ليه بقى فيه سلوب محترم ليه عشان الناس بتبدأ تموت طيب اللي هو من اخر بيقولك الايبكس يعني الايبكس عندنا احنا للأسف نارو ليه عشان الناس قولي ايه اللي عايشين بعد 60 سنة ابوت 6% طيب انما في الدول طبعا محترمة بقى افلات الهيط اخباره ايه برضو شورت اللي نحنا عندنا للشخص الواحد ما بيعيش كتير يقولك المتوسط ودي مهمة جدا 68.8 يعني مش بس اقولك مثلا 70 طيب ويخليك تحفظ لا يقولك 68.8 واحدة 70 في الفيميل انما الميل 66 الارقام دي اكرر حفظ طيب الـ 6 ديستريبوشن اخباره ايه لك الميل والفيميل تقريبا مفيش فرق بنا يعني هعدها تقيبا نسبة الميلز هما نفسها نسبة الفيميلز نسبتهم لبعض انما لك ممكن يكون الميلز اكتر شوية طبعا الكلام ده يعني متهيلا انا قرأت الريسينت لقوي يعني شوية بتتكلم ان تقيبا وصلنا على مرحاة انه سمعة في ميل لكل ميل تقريبا او حاجة شبه كده فلا اعتقد الموضوع ده ممكن محتاجيني يرجعوا يقرأوه تاني يمكن ده عشان الكتاب قديم شوية انما الميل والفيميل قده بعض لا ما اعتقدش طيب الـ 6 ديستريبوشن اخبارها ايه الناس اللي اقل من 15 سنة 36% والناس اللي هما القضل تبقى اللي هما الناس اللي شايرين للمجتمع كله اللي هما الشباب اللي هما حضراتنا كلنا يعني 58% واكتر من 60 سنة 6% لسا انا قصة من شوية فوق فكان فيه نقطة وتوقع عليها هنتقل دلوقتي لكن الناس اللي اقل من 15 سنة بيمسيه 36% من المجتمع بينما ودي بضحك بقى بينما عندنا الـ birth rate معدل الموليد 37% فتيجي تسأل نفسك هو لو احنا بنولد 37% من المجتمع هل من معقل 1% بس هو اللي بيموت من هنا لحد 15 سنة يعني من كل 101 بس بيموت من الناس المولودة طبعا الرقم ده خيال قلمي يعني ده يستحيل يكون حقيقي بس هنعمل ايه كتاب الاسم و احنا مجبرين فبالتالي عندنا لو واحد عايز يحفظ لو انا هحاول اسهلها لكم شوية لو هتلاحظوا 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 هنعملها في رقم 6 كتير مبدئيا كده احمد خلي في 2 23% او خلي في 3 وانتوني خلي في 7 ف37 بين 7 عندنا اللي اكتر من 60 سنة يبقوا 6% عندنا اللي اقل من 15 سنة 26% شبه الرقم بتاع ايه تاع انتوني طيب صدي طبعا ده احمد هو اللي خلي في 7 لكن انتوني هو اللي خلي في 8 عشرين طيب بعد كده نجي نتكلم على متوسط الاعمار بتاعتنا اخباره ايه برضو حاجات في الستين احنا تاني وستين يعني الف باسس الف ميل واحد و سبعين واحنا ستا وستين كميل وفي الاخر ستين في المية تقريبا هم الناس اللي شائعين للمجتمع طيب الجزء طبعا ده مش تابعنا ده في النظري مش معنا في الراوند كل ده بقى عنا في النظري مش معنا في الراوند كل ده نظري مش راوند من اول برضو ده نظري من اول هنا بقى من اول البرث ريت ده كده نبدأ بقى مع بعض الايه الجزء بتاع الراوند لي علاقة بالفايتل استيستيكس مش البيليشن برامنت اللي هو كان المقدمة طيب الفايتل زي ما اتفارب يتقسم لتلاتة حاجات لي علاقة بالموليد حاجات لي علاقة بمعدل اصابة موربيديتي وحاجات لي علاقة بمعدل وفاة مورتاليتي بمنتهى البساطة الف با اول حاجة نبدأ بالموليد ترتيب يعني فالبرث اخبارها ايه يقولك انه كلمة فرتلتي معناها انه حصل يعني حصل نستكاثر وفي حاجة تولدت ويقولك ان الربودكتف بريود او حاجة اسمها الشايلد بيرينج بريود الفترة اللي ممكن الفيميل تولد فيها وتحمل والكلام ده كله من 15 ل 50 او 49 زي برضو ما كنا بيقول من شوية من 15 ل 60 طيب وبعد كيبدأ ايديك بقى يعني شوية مسائل كده او شوية معادلات هنحفظها الكروت بيرث ريت وكلمة كروت دي معناها حاجة عامة والكروت ده موجود في كل حاجة يعني في عندنا كروت بيرث ريت فعندنا كروت للمربيتي كروت للمورتاتي فعندنا كروت في كله طيب وبعد كيي في حاجة اسمها الجيرال بيرتيت ريت في اجي سبيسيتيك فرتت ريت و aux التلات دول موجودين في النظري انها مش موجودين في الراند واحدة واحدة بقى مشكلتنا ان احنا نحفظ المعادلات ونحفظ كل واحدة روحيتها انما هم فعلا فيهم تشابهات كتيرة فبيخشت بعض فانا من الاول احفظهم بلان على بعض هقولوكو دسي بعد خمس ثواني بالزبط مبدئين فيه شوية قواعد نمشي عليه رقم واحد غالبية المعادلات تضرب في ألف اتزانة تضرب في ألف انما فيه شوية اكسبشن يبقى القاعدة العامة ان انا بضرب في ألف طيب دي رقم واحد رقم اتنين غالبية المعادلات بتقوم ايه اللي فوق جزء اللي فوق تعامل اللي هو اسمه نومينيتر وتحت اسمه ديني مونيتر مش هزا اقولوكو حتى بسطه مقام فوق وتحت خلاص فوق اللي هو نومينيتر تحت اسمه ديني مونيتر الاسم اللي انجليزي مهم عشان يمسك يوم ففوق النومينيتر دوت لما سيادتك تقولي ان انا بجيب الناس او بحط ناس في البحث بتاعي او ايا كان والناس دي في سنة معينة ومكان معين تيجي تحت على طول تحت الخط تقوم ايه اللي في نفس السنة ونفس الايه ونفس المكان ده الف بقى كده ماينفعش تكون دي مش موجودة او دي مش موجودة ماينفعش طيب الكرود هيفضل طول عمره ماشي بنفس الطريقة تحت هيبقى حاجه اسمه estimated made year population في اي كرود يعني estimated made year population يعني يقولك متوسط الناس يعني جبنا الناس كده حيطك وجبناهم اثناهم كلهم قلنا السكان بتوع مثلا مصر كلهم كام في نص السنة يعني يجي في شهر مثلا واحد كده ونقوم جايبين الناس كلهم وعدنهم لك احنا تعدادنا السكاني في مصر في شهر واحد اللي هو نص السنة اتنين مليون تقوم احط ليه ناس قدك اتنين مليون طيب وفوق احنا بريتكلم على معدل ايه المواليد فتقوم ايه الناس اللي تولدت المواليد بس وضرب في الف والرقم ده للاسف برضو مهم تسعة وعشرين في المية في مصر انها في الدول المحترمة تبتاشر او 15% اللي هو نص ريبة ثلاثين في المية و 15% يقول لك ليه اللي هو اللي هو زيادة في لك عشان خاطر حاجة اسمها ده بدي معناها ايه منتهى البساطة هي بتتجاوز وبعدها يبقى يبقى عندها اعتقاد ان هي لما تخلف له الواد هيقعد في البيت اكتر هيحبها اكتر هو بعد ما يتجاوز فمخيلت ان هو لما يخلف الواد بسرعة فيبقى هو سيد الرجالة وحبت حاجات من دي يعني بس والولد هو السند وحبت ايه معتقدات من الحياة الجميلة ديت فده بيخلي الحمل يحصل بسرعة ويحصل كتير وكلمة دي خطر جدا ان هي تقوم مثلا كمان دي يقولك بقى انا عايز ولد فتقوم مثلا حملة مثلا اول حملها بنت مجرد ما البنت تنزل خلاص وبقى عندها بنت شهر بالزبط وتلاقي حمل تاني ايه حاجة اعمل ايه ابو احمد ابو صارع عايز احمد يعني اعمل ايه فمفيش فايدة فيقوم تحمل تاني وبعدها ترجع تحمل تاني وهكذا فكذا مر حمل وميكونش بينهم راحة ده من الحاجات الخطر جدا اصلا على مستوى حتى صحة الام طيب اه المفتوضة سن القانوني 18 انما احنا الحمد الله مفضوحين جدا يعني فبيقولك انه بالذات فرور الارياز في القرى لا بيتجوزوا قبل 18 واعتقد يعني بيبقى بيبقى خبر لذيذ وبينزل على الفيس وعلى تويتر ونقفى عليه ونقول ياه ده الناس كلها هي تتجوزت حتى الواد الصغير لسه في ابتداء يتجوز وانا لسه فللاسه فعلا ده واقع طبعا هنا ما تتجوز بادري هتخلف كزا مرة اكتر طيب ما هي اهمية الكروت بيرث ريت مبدئيا كده هو انديكيتور للمجتمع بيزيد ولا انديكيتور ان احنا بنخلف كتير ولا انديكيتور كمان للمقارنة ممكن نقارن ما بين دولتين لان الكروت بيرث ريت اخره بيعرفك الناس الموليد ويعرفك الناس اللي موجودة في المجتمع بشكل عام فبالتين انت ممكن تقارب بقى تقول مثلا احنا كمجتمع بنخلف اكتر من نجم بس فيقولك او الترندات بقى يقولك يصل المجتمع ده معدل الموليد فيه كتير او مثلا في السنة الفانية بقى معدل الموليد فيه كتير يقولك مقارنة السنين ذات نفسها يعني احنا السنة دي معدل الموليد كتير السنة الجاية سنة الجاية امسلا طيب كلام برضو يعني ايه ماليوش قيمة قوي انما يقولك خلي بالك ان طبعا ده محطش في حساباته بمنتهى البساطة انه لا معلش هو مش كل المجتمع بيولد ده البنات بس والبنات في سن معينة والبنات المتجاوزة فبالتالي قولك القانون ده مش نافع انا عايز حاجة مورس بسيفك فبدأوا يدوروا لحد ما عملوا قانون تاني هناخدوا كمان اعتقد دلوقتي هناخد دلوقتي كلام ده كله نظري هناخد دلوقتي general fertility rate هنا بقى في general fertility rate اهو القاعدة اضراف فال زي ما هي ما فيش اي خلاف انما قرر بقى يعمل ايه قرر بمنتهى البساطة ان هو يقولك انا هحسب فوق زي ما احنا هم نتكلم على المواليد ففوق هيبقى نفس الجملة متغيرتش total number of life births في سنة معينة وفي مكان معين دي متغيرتش انما تحت بقى هنغير مش هقولك بقى للناس كلها او التاليسوا كان يكونوا في سنة معينة او في نص السنة لا انا عايز البنات او الفميل ستات اللي في مرحاية انها ممكن تولد اللي هي من 15-49 ساة واربين اللي اسمها child bearing period او reproductive period طيب هي كل بنت عندها 17-18 سنة هتتحط في المعادلة طبعا بنات دي ما مش حايا من الاصل ان هو مش متجوزين المهم ان المعادلة جابت لك 127 في الالف مش في المية 127 من الالف في 2014 من في مصر ماشي الارقام دي مهمة بتجي في الام سي كيو طبعا ده مش معنا نيجي بقى للمعادلة التانية فكاندا تي ريت هنا بقى بلان نزبوتها صح قالك انا هجيب الستات اللي في سن اللي هي ممكن تحمل فيه ويكونوا متجوزين مارد ومن وطبعا فوق نفس القعدة ويقولك بقى ان الكلام ده ما منتهى البساطة بيحصل على مستوى الفميل المتجوزة في سن معين طب ده حاجة كويس خلص اوه محتاج حاجة تانية مني يقولك اه مالش انا عايز حاجة بسيفك كمان سنة انا عايزك تقسمهم لي مجموعات يعني عايز اعرف الستات بتبقى مثلا بتحامل اكتر وكده وهي عندها مثلا خمشار سنة ولا وهي عندها 18 ولا هي عندها 17 ولا هي عندها 20 مالش تفرق معي عايز اقسمهم مجموعات فيقوم قسمهم لخمسة سنين يعني كل خمسة سنين مجموعة كل خمسة سنين مجموعة يعني من 15 ل 20 مجموعة من 20 ل 25 مجموعة من 25 ل 30 مجموعة من 32 ل 35 و هكذا فلما جاي قسمهم لهم سبع مجموعات فقالك مش مش كده تماشي انا هجيب كل المواريد الجديدة من الفميل اللي عندها سن معين بس مش سن معين يعني مش طب 18 سنة لا اللي في مجموعة سن معين اللي هي مجموعة اللي هي خمس سنين يعني مثلا زي ما قلنا من عشرين لخمسة وعشرين فكل الفيمين اللي من عشرين لخمسة وعشرين اجمعهم في مصر كلهم واشوف ولده كام حد واجمع المويد بتاعتهم وقسمهم على عدد الستات اللي عندهم من عشرين لخمسة وعشرين واضرة فقال هذا سكيم فش جديد وهنا بقى عشان MSQ بيحبوها قوي بقى اي حاكمك مصد عطوه طرف MSQ The most accurate هي الage specific for 30 خاص ما عادش في حاجة بقى افضل من كده لك طب عاش ممكن نجمع شوية ما يعني ايه اللي هو ماشي ده يعني احنا مش وصلنا خاصة برحالة انه بقت حاجة مخصصة جدا حاجة specific قوي ما عاش بقى ممكن تجمعلي شوية انا ريخم شوية فقال لك total for 30 rate عامل ايه جاب الage specific for 30 rate وراح اضرب في خمسة بس شكرا جاب لك السبع مجموعات احنا مفهود التفايل انه هو يتقسم سبع مجموعات فقعد يحسب الage specific for 30 rate لساعة مجموعات واحد ضرائف في خمسة جماعهم الاول ضرائف في خمسة شكرا وقال لك احنا مقارنة بالدول التانية احنا احسن منهم ليه احنا اكتر من ستة طبعا احنا احنا احسن منهم في الموليد طبعا احنا بوحمية جادعة جدا بس وبدأ يديك بقى اشهد ارقام وبتاع كلام الفاضي كده خلصنا الموليد دي كت اسهل حاجة القوانين كلها بتضرف الف القوانين كلها فوق معادة الage specific for 30 rate ومعادة الage specific for 30 rate دي اصلا القانون اللي واحده فمعادة الage specific for 30 rate بنقول ايه الage specific for 30 بس من ايه في مال في specific age group مش specific age specific age group حشان mcq طيب تعالنا اتكلم بقى على موضوع وانتفعنا قبل كده اي crude بنقوم حطين فوق سوري بنقوم حطين تحت ده القعدة ولرف الف طيب فوق احط ايه total number of live birth انا بكلم عن الوفيات for total number of death بس شكرا يعني simple جدا ورقم بتاعها برضو رقم ستة ورقم مهم ستة بوينت اربعة في الالف مش مهم السنة بس المهمة عندي الرقم ده الفاكتورس دي مالغية uses of crude death rate دي معانا في الراوند لو بصوا سبك لابا انت امرين دي مش معانا دي معانا المهم uses of crude death rate بمنطقة البساطة نفس استقريبا استخدامات crude birth rate بنستخدمها عشان خطر حاجات عامة نقارن ما بين دولة والتانية ممكن تحط كمان نقارن ما بين سنة والتانية فيش مشكلة خالص تقارن الترندات لك المكان ده بيحصل فيه وفيه نسبة وفيات عالية او نسبة وفيات قلالة وتقارن حاجة اسمها social economic health لان انت بتموت ليه عشان خطر عندك صحة بايزة فالناس بتموت الجملة دي مش معانا مش في الراوند يعني طيب في الايجيب تبقى ليه ال death rate بقى بيقل احنا جمدين جدا طبعا عشان المجتمع بدى يحصل فيه development يعني ايه المجتمع يحصل في development يعني المنتقل البساطة الناس كلها بقت وعية بتعارفة ايه موتها وما بتروح لهوش زي وعي الشباب بتاع الكورونا كده طيب primary health care الصحة نفسها احنا بقى عندنا صحة جمدة جدا فمعلش وكمان بقى اينا دوقتي بنقى الناس بنحميهم فبيجرمش المرض اصلا فاحنا بقى اينا بنحمي الناس اللي ما يجرمش المرض طب لو جالهم المرض الحد ما بنعملهم رعاية صحية كويسة وكده كده اصلا احنا شعب بتاعنا شعب واعي وفاهم كل حاجة فم فيش مشكلة طيب بعد كده حاجة اسمها زي ال age specific من شوال ما كنا بنقولها في ال birth rate بس ده 6 specific بقى وفيه age specific برضه بس ده في ال birth rate 6 specific death rate نفس الكامل يضرب في 1000 ايه اسكي ما فيش مشكلة خالص 6 يبقى انا باقولك هاتلي الناس اللي ماتت ميل او في ميل فتقولي كل الناس اللي ماتت من 6 معين على كل الناس اللي من 6 ده بديه طب كده specific نفس القاعدة بالزبط هاتلي الناس اللي ماتت من سبب معين على ايه بقى على estimated mid year population الجملة اسمعناها بكده فين في الكروت فالكرودات كلها كنتقولوك دايما من الحب تحت فيها في ال denominator estimated mid year population اللي هو معناه ايه معناه السكان كلهم بتوع المنطقة في نص السنة في شعر واحد طيب ومنتهى البساطة ضيف على الكروت كمان ما خلصناش لسه فيه كمان وهنا اول exception تضرب في 100 الف كل اللي فاته كان تضرب في 1000 اول exception عندنا نضرب في 100 الف اللي هو كوز بسبب مرتاية ريت طيب سبب من ال example في الزبالة مش مهم طيب ايه حكايت بقى البروبورشنيت مرتاية ريت ده اللي علاقة قوي بالكوز في الكوز احنا كنا بيقول ناس اللي ماتت بسبب معين على الستميتة مدير انما البروبورشنيت بقى هو الناس اللي ماتت من سبب معين على كل الناس اللي ماتت يعني الناس اللي ماتت السنة دي كلهم ميت واحد عشرة منهم ماتوا بسبب دول البرد فتقومها اسم 10 على 100 طيب المجتمع بتاعنا 1000 واحد والناس اللي ماتت بسبب دول البرد 10 10 على 1000 يبقى اسمها كوز بسبب مرتاية ريت مهمة جدا عشان الامسكيور وهنا برضو عندنا exception بضرب في 100 والكيس في تاية ريت اضرب في 100 برضو دي موجودة اصلا في النظري اللي هي كل الناس اللي ماتت من مرض معين يعني كل الناس اللي جالها اصلا المرض ده يعني كل الناس اللي جالها دول البرد بقى اللي هي ماتت من دول البرد 10 والناس اللي جالها دول البرد 20 تبقى 10 على 20 بس طيب بعد كده يقولك بقى هنا دي مالغية ده نظري بس نتكلم بقى على الage specific mortality rate age specific mortality rate نفس الage specific birth rate نفس الage specific birth rate ناس اللي ماتت في سن معينة على كل الناس اللي في سن ده بس واضرب في 1000 زي القاعدة عادي خالص في شفاء جديد نتكلم بقى الحاجة اسمها infant mortality rate قبل ما ادخل في حتة دي كده اللي فاتوا دولت يعني اتمنى يكونوا سهلين الثلاثة دولت هما اللي ايه exception في الضرب من اضرب هنا في 100 الف هنا في 100 هنا في 100 والبربرشنات هي نفسها الكوز بس اختلاف في ايه اختلاف في الجزء اللي تحت والكيس فتايت اتلقتي حاجة مختلف في خالص والage specific دي سهلة نفس الage specific حاجة بيزك خالص الناس اللي ماتت في سن معينة الناس اللي ماتت في 6 معين وخلص بس خلي بالكو تاني ان هنا بنتكلم في الage specific mortality rate عن الناس اللي ماتت في سن معينة ما قلتش age group زي بتاعت الbirth الغالث اللهم برضو بلغت طيب هوا ايه اقول لك اوuh particular age group لكن ما حديد لكاحسس نين احنا بماشين عليه في لايه فى Alberta rate فممكن سن معينة بس ممكن سنة واحدة ممكن سيعتين ايان كان infant mortality rate في فيديو سابق او لاحق على حسب انت تتفرج على الفيديوات بترتيب ايه بالظبط هتلاقيني كنت بسميي لك infant المفروض سنه من كام لكام Oder child b jestem енным stone او انت تقول على الشخص ده ان هو وكان الارقام دي متجابة من الاطفال يعني كبرانشات اطفال وكمزاكة اطفال لان الاطفال طبعا هم مفود اولى بالكلام ده من الكميتي ولكن الارقام موجودة بغض نظر عن الشابتر ده في موجودة في الشابتر ده تاني بارقام مختلفة شو عن الاطفال فاحنا هننتزم بكتاب الاسم بالارقام دي فلما تيجي تلاقييني مثلا في فيديو قدام اعتقد فيديو ده اللي كان تاقيما في حوار الارقام ده فاحنا استيكل ارقام الايه باعتبر ان هي ارقام اللي موجودة في الكتاب كالعادة تاني بنتكلم على رقم اتنين وعشرين لكل الف وده مهم بيجي في الامتحان ويجيلك بمنتهى البساطة ايه القانون بتاعنا ادراف الف اسسكيمة هنا بقى الانفانت مرتاية ريت وحبت حاجات تانية جاية بالتفصيل كده هنتكلم عنها بنحط تحت بقى في القاعدة تحت حاجة ثابتة اللي هي معدل الموليد كلهم اللي عايشين طبعا طب وفوق احط ايه الانفانت اللي ماتوا شبه كلمة عن الانفانت اللي حصلوهم مرتلتي ماتوا يبقى الانفانت اللي ماتوا طب كلمة انفانت معناها ايه كل الناس اللي من ساعة الولادة لحد اقل من سنة يبقى اي حد مات من ساعة ما تولد لحد سنة او اقل من سنة يبقى ده كده اسمه انفانت ده بمنتهى البساطة احنا بنستخدم نفس البيت ويقول لك وحبة الحاجات دي لو عايز تحفظهم بالتفصيل من الجماعين في كلمة تسنين بس يعني وجهة نظر انا كعمر اصري قصلي في كلمة اعتقد مش فاكرة والله في كلمة ايه بس اللي هو هي مش محتاجة هي نفسها في فاكرة اللي هي البيزيق خلص البيزيق خلص البيز بوزنج فاكتور بقى دي مش موجودة اصلا معكم في الراوند موجودة في النظر بس طيب بعد كده عندنا حاجة اسمها الامر اللي هي طبعا infant mortality rate بيتقسم للنيو نيتل وبوست نيو نيتل واحدة واحدة بقى هي نفس القانون الام بدنقسيها بس القانونين فنفس الكلام تضرب في الف ونفس الكلام تحت total number of live birth في شوية جديد انما فوق بيختلف فوق احنا قلنا من ساعة ما تولدت لحد سنة ده اسمه infant من ساعة ما تتولد سيادتك لحد ما يعد عليك 28 يوم يبقى انت اسمك نيو نيتل بوست نيو نيتل من بعد الثمانية وعشرين يوم دول لحد اقل من ساعة بس انما هو نفس القاعدة ونفس الpoint بقى الارقام بتاعتنا 14 لكل الف و8 لكل الف وعالفقه ده بيجي اصلا في النظر كتير 14 لكل الف و8 كل الف ويمكن ده اهم رقم يتحفظ بعد ارقام البوبيلاشن برامد طيب يقولك حتى هنا 60 و30 يقولك ان احنا بطلتها البساطة يعني عندنا نيو نيتل بيموتوا اكتر الضعف من بوست نيو نيتل طيب ليه؟ عشان يقولك تحت يقولك ان الكوزيز بتاعتنا قصا صعب ان احنا عملها بريفنشن انما الكوزيز بتاعت البوست نيو نيتل ممكن عملها بريفنشن عادي ليه بقى؟ لانهم انتظر البساطة الكوزيز على مستوى نيو نيتل بتوقع لقى لقى بالحمل ولاقى بالولادة انما البوست نيو نيتل ليه علقة بالمحيط بتاعك بالانفكشن فانت لو ما كان بتاعك نضيف مش يحصل انفكشن فكل حاجة زي الفل بس فانا انا امنى على انفكشن خلاص فلما يجي نتكلم على الكوزيس هم رتبهم لك مش ترتيب عشوائي ده بترتيب حصوله فيقول لك ان الولد يتولد قبل معاده والكونجيتر مالفورميشن يكون عنده كونجيتر انوماليز دول اكتر حاكتين وبعد كيقول لك بقى انجري واسفكسيا نيوناتورم معناك ان هو يبقى مخنوق يتود مخنوق الاسباب كتير جدا مش هدخلكو في تفاصيل المرض يعني وفيه انفكشن في الاخر خلص انما لو ما جاي تكلم على البوستنيونيتل اول حاجة اقلك الانفكشن الار اي اللي هي الاكيوثيس باتري انفكشن دي مشهورة جدا وبعد كده عندنا الاثر انفكشن من ضمنها بقتل ناسنيونتورم اللي كنت بتكلم معاكو فيها اللي هي الاسفكسيا نيونتورم وبعد كده نتكلم طبعا الصفحة دي كلها لأ دي كلها في النظري لحد بس هنا لحد لستيل بيرث نتكلم بقى عن الستيل بيرث ده مع انا مش ملغي الستيل بيرث بانته البساطة انه العيل يتولد بعد 28 اسبوع ويتولد ميت قال الف بقى تاتا بيه عندهم بيكونوا بيضين البريثنج ما بيتنفسش البالسيتنج ما فيش عنده بالسيتنج وما فيش عنده بيتينج هارد قالبه ما بينبوتش بس طبعا لو حركت ولا حاجة ما بيتحركش ده قال الف بقى جاني ولكن ده بيقيت شقوع اعتبرت ان اللي 24 اسبوع دي الحاجة اللي بتفصل ما بين ابورشن وستيل بيرث يقولك لو هو سيادته ده مات ابورشن بمنتهى البساطة يعني خلال اللي هو 28 ويك انما او طبعا 24 ويك بمنتهى البساطة ما بعد الكلام ده ما بعد 24 ويك وده اسمه ستيل بيرث طيب الستيل بيرث ريت ورشيو ودي مهم قوي اول ما تلاقي كلمة رشيو يبقى بمنتهى البساطة سيادتك بتحط تحت الليف بيرث دهلف بقى اللي احناعرفين ده ده قاعد لما كنا بنتكلم في الموليد معاديا الموليد كنا دايما بنحط الليف بيرث عطول فوق مش تحت فcop بèn عند طبعا ال 있다고 اضرف في الليف بيرث مت فقط في كل حاجة القاعدة بتاعتنا نينما الليف بيرث تحت مش فوق طيب وفوق الناس اللي ماتت طيب المتنى تلس�لي ماتت اسمها ايه ستيل بيرث طيب يوم الفريد تضع التوتل مش الليف بيرث ويذهبوا فأكده بقى كلمة ريته اضع طوط تحت كلمة رشيو احط الف بيرت تحت عشان تكرر تاني قدام بعد شوية بعد كده يكلمك عن ما هي اسباب الستيل بيرت في مرحلة الانترا يوتراين يعني انت في بطن ماما وانترا نيتا اللي يعني وانت سيادتك بتتولد أسناء الولاد او ما بعدها شوية او قبلها شوية انترا يوتراين بمنتهى البساطة الف باء ترومة واسفكسي الكورد بتاعك اللي هو الحبل السوري يلف على رائبتك وضعشها مشهورة جدا ويوم خانقك او يحصل سبريشن للبلاسنتا تتفصر وانت اصلا بتاكل وتشرب وتتنفس عن طريق البلاسنتا لو تفاصلت سيتك تموت او بمنطقة بساطة يحصل عندك حاجة اسمها بري اكلمزي أو بريجنسي بمعناها التاني هايبرتنشن اللي ام يجدها هايبرتنشن جامد جدا فبرده نفس الولد يموت بوسط ماتيوريتي الولد يعني الاجهزته كلها تتكون بدري والمحيط طعم بتاع الام ده مش مناسبه لانه هو خاص تكون كل حاجة فيه تكونت فبالتالي برضو بأم ميت في يعني سندروم كده محترمة مش هدخل في طماثلة الار اتش انكمباتبيتي دي مشهورة جدا ان طبعا الدم بتاع الام يكون ار اتش نيجاتيف والولد يكون ار اتش بوزتيف فيحصل عندنا هجوم او العكس فيحصل عندنا هجوم في موضوع الانتيباضيس والكلام ده كله مشهورة جدا حكاية ديات كوندشن لو ما يكون الاب والام واحد فيهم بوزتيف دي نيجاتي كوندشن الملي ممكن تماوته لو كات حاجة ميجور يعني حاجة في الهورد او كده ودايبيتس ميليتس مش مشكلة انما الانترانيتل بمنتهى البساطة بنتكلم في انهو ممكن يجيلو انجري بس بيرس انجري بقى مش كاترومة هو بطن امه بريماتيور رابشر بردو بس رابشر للميمبرين دي في اسناء الولاده المفوض بمنتهى البساطة في اام نقول ايه طيب ااام مش عارف احاول هلكابط اعايز اشرحها بس مش عايز اطول في الفيديو طيب ممكن احطها برضو في الديسكيبشن بتاع الفيديو فيش مشكلة وفي الاخر في عندنا اسفكسيا برضو ممكن عادي وهو او ما يتولد يحصل برضو اسفكسيا لا فيش مشكلة لأسبابك طبعا كده جدا ممكن تكون سنتر الاسفكسي ممكن يكون الريس بايتو سيستم بتاع ذات نفسه منفوق بايز دول ما الجمعين في كلمة i am ال i هتبقى اللي هي الانجرس ال i هتبقى اسفكسيا وال m هتبقى ربشرة بتاع الممبرين ودول ما الجمعين في كلمة رابد رابد يعني ايه الوض مستعجل اول عن الزلفة بينزل ميت رابد حرف ال r اللي هي الواحد بيش مجمعهم لكم ساني واحد حرف ال r اللي هي ال r h incomatability وبعد كده حرف ال a اللي هي الاسفكسيا وبعد كده حرف ال b اللي هي ال placenta وبعد كده عندنا رابد حرف ال e اللي هي اه اكلامزيا اللي هي طبعا هيبرتنشن وبعد كده حرف دي هو ديابيتس مليتس بس وحرف الاي كان اسفكسي وحطه جميعا معها الكنجية الانومالي وانجهت نظرك عامر هكررها للمرة المليون ده ام سي كيو مش نظري مش مطالب من سيبتك تحفز كل كلمة انما مطالب تحفز بزكاء فتكون عارف الاسباب فلو جالك في الام سي كو قلت لك فانت عايف انهم اصلا تلاتة فانت وانس حفظت دول خلاص لو جاء لك بقى اجاب لك واحدة من الانترين هتعرف تطلحه طيب بعد كده في عندنا حاجة اسمها البرينيتل مرتاتي كلمة بري معناها حاولة بري حاولة نيتل معناها الولادة حاولة الولادة فمنطالب بيقولك انه ده معناه اول اسبوع في سيادة حياتك يعني او ما سيتك تتولد اول اسبوع كمان الستيل بيرث معنا لا ما فهمتش افهمك بص بقى هو مجموع الستيل بيرث اللي هتدفعنا عن يوم اللي هتد حد ثمانية وعشرين ويك وبعد كده كمان الارل نيونيت اللي هتدفعوا ايه اول ثمانية وعشرين يوم فالك المجموع بتاع الناس الجميلة ديت less than سبعة ايام مش ثمانية وعشرين بقى لحد اقل من سبعة ايام بس تجمع لي المجموع الحلوة ديت يبقى دا كده اسمهم البرينيتل مرتدي فوق الحتة اللي فوق الخط طب وضعت الخط اثم ايه او احط ايه لو ريت حط توتل لو رشيو حط بيرث نفس اللي قبل كده يبقى ثانى البرينيتل اللي هتقلم على اللي هتقلم فوق اللي هتقلم الناس اللي ماتت ثمانية وعشرين وويك تمام نزله ميتين او الناس اللي هي نيونات اللي هو رحت 28 يوم بس يقول لك لأ خليك لحد بس 7 ايام مش هكتر مجد فبس فالستيل بيرت بلس الناس اللي همها لنيونات اللي همها لحد بس اول 7 ايام بعد كلا طيب وتقسم زي ما قلنا لو ريت تقسم على توتل لو ريتش وتقسم على الف بقى اكيد لك في حاجة اسمها الشايلد مورتاليتي الشايلد هنا ما اعتبرها من سنة لحد 5 سنين انما الشايلد هو افوت تبقى للاطفال وطبقى للكلينيكا اللي بتاعكم ان شاء الله ما تجبره وتشتغل في المستشفيه طبعا مش خمس سنين بس وما يعني اللي اقدلت مسلا يبدأ من خمس سنين فطبعا اكيد الرقم ده بس مش مشكلة احنا دنا في الكوميدي تاقيبا كله سواء نظر او راوند احنا نعتبر للشايلد خمس سنين طيب وبناء عليه بنحط ايه فوق معدل الناس اللي ماتت ما هو شايلد مورتاليتي يبقى الناس اللي ماتت عادل الناس اللي ماتت في سن من 1 ل 4 سنين ما هو بيلك اهل لما تخمسة وتحت كل العدد بتاع الاطفال اللي في نفس السنة اللي هو من سن واحد اللي حدث 4 سنين وضرب في الف اللي هي اذا قاعدة مش كديد يعني طب الكوزز اخبارها ايه بمنتهى البساطة الكوزز هتبقى متجمعة في انه الشايلد ده بيموت لانه عنده ماضي فيه هارت ديزيز فهارت ديز طبعا اللي هي اول حاجة اللي هي الريماتيك هارت ديز والماضي هتبقى الام اللي هي مشكلة على مستوى الميزيز والمنجايتس كاينفكشنز وبعد كده عندنا الايه هتبقى اكيوتو سبايتري انفكشن واكسدنت والدي هتبقى الديفشنزي تمام؟ يعني يمكن تريخ ما شوية ويمكن تطلق بقى شوية مع الاسفيكسي او الحاجات دي بس يعني لا قرأتوها مرة او اتنين التحشية مش غرض بتاعها انها تحفزك التحشية غرض منها انها تفكرك مش اكتر ممكن نتكلم بقى في المتالنا المرتاية ريت وبيحبوها بزيادة لان فيها اكسبشن للقاعدة بتاعتنا متالنا المرتاية يحب نتكاملاتي على وفاة الامهات منتهى البساطة هنجيب عاد الناس اللي ماتت كامهات بس ماتت لا اسباب لها علاقة بالحمل طب الحمل بس لا ده الحمل او الولادة لاليبر او ديليفري او بيربيريام بيربيريام بمنتهى البساطة فيه عندنا نوع حمى مشهور اوي يسمى بيربيرالسبس حمى النفاث سمعتوا عنها اكيد دي بتحصل في مرحات البيربيريام بيربيريام معناها فلط النفاث او ممكن نسموها فلط النقاها بتاعت الست الحامل بعد ما بتولد بدا تقعيبان ٢٢٠ يوم طيب ويه بنضرب كمان في ١٠٠٠ ودي مفروضت بقى اول اكسبشن معانا طيب تاني معانا ايه ان احنا قلنا لو فيه ريت بحط تحت الخط اله دينوميناتر بحط فيها ٢٠٠ ولو ريشو بحط فيها ٢٠٠٠٠ لسا ايه نقطة حالة مرتين قلناه في ٢٠٠٠٠٠ ريت يبقى ٢٠٠٠٠٠ وقلناه برضو مرة اخرى فيه اللي هو ٢٠٠٠ و بوست ٢٠٠٠ انما هنا في الماترنال الريشو هنقول اه ٢٠٠٠ ريت مفيش مشكلة او ٢٠٠٠ انما في الريت لأ مش هقول ٢٠٠٠ هقول عائد الستات او البنات اللي هم فقط الولادة من ٥٠٠ لتسعة واربين طب وفوق احط ايه احط عائد الامهات اللي ماتوا لأسباب ليها علاقة بالحمل او ليها علاقة بالولادة او ليها علاقة بالبيربير او حصلت يعني في الفترة دي يقول لك ليها علاقة او اجريفيتد باي ايه الفرق بينهم؟ اجريفيتد باي معناها ان المرض ده كان ممكن يموتني عادي خالص انما هو موتني بزيادة عشان خاطر انا كنت حامل انما ريليتد تو دي حاجة مكادش عندي انما جاتلي بسبب الحمل الف بقى كده زي ايه؟ حاجة بمنتهى البساطة مثلا تعالوا نتكلم عن حاجة زي الانفكشن ضيبيتس ميليتس الحاجات دي بمنتهى البساطة ضيبيتس ميليتس اجمله لو انا انكنترول ضيبيتس ميليتس هموت فانا ايه اللي يخليني انكنترول اي بقى حاجة بقى استرس ضربت شكواته كتير الحمل مثلا بيعمل استرسه بيخليني اكون شكواته كتير فبمنتهى البساطة الحمل خلاني انكنترول ضيبيتس ميليتس فموت فده بقى اسمه اجريفيتد باي انما المين دايريكت يبقى انت كاب تتكلم على ليتد تو زي ايه؟ هامورج انا مش هيجيلي هامورج فالعادي انما جال هامورج بسبب الحمل طيب بمنتهى البساطة عشان برضو الامسي فيو بيحبها جدا يبقى ده هامورج The most preventable ده البربرالسيبس اللي ايه حمى النفاسة كنت لسه بكلمكم عنها من سنتين فوق يبقى ده اهم واحد انما ده اهم واحد او اكتر واحد ممكن اعمله طيب نحفظهم ازاي هامورج وبربرالسيبس اللي اهم حاجة عندي البري ايكلمزيا او ايكلمزيا اللي هو معناها البربرالسيبس وده مهمة جدا ده اخطر حاجة اصلا عن مستوى الشرعي كمان كانوا بتتكلم عنها جدا البربرالسيبس اللي بيحصل معها برضو نزيف والترومة لو حصل اي خط الاجريفيتد بقى كوز الاجريفيتد كوز متجمع في كلمة اثر يعني جهازك او جسمك او بشكل عام جسمك مكانش مأثر مع المرض ده بس الحملة خلاك تأثر عشان كده بقت اجريفيتد كوز فأثر اول حاجة حرف الالف أثر amer Journal أول ما يقول لك heart disease يعرف انها كلامหال هو ده اكتر حاجة اللي علىநه واللولدة والكنام ذات كل فأول ما يقول لك heart disease يعرف انvet dramatically يبقى مثل اول حاجة القلب وهو romantic وبعد كده كده اثر حرف 001 لوص paragraph اللي هو diabetes mellitus وخاتذ ر v وبعد كده حرف الر الرينال Le vioup شكرا طيب بمنتهى البساطة فيه وفي حاجة اسمها برضو بس يعني حاجات لعلاقة بالام نفسها وحاجات لعلاقة بينا احنا كايه كوزارة صحة او كدكاترة او جودة كدكاترة احنا مش ملاحقين نعالج حالي تكفى معلش او ما عنديش الحاجة لتعالجك فموتي انما ماتيرنال فاكتور بقى لا انت هتعد ولا تحصر مبدئيا سيادة الجهلة ومش عارف الهابط المزبوطة ايه فللاسف حامل ا انما مابتكليش كويس او حامل او عملت ضربة موالح كتير اوي فضربتي موالح كتير فقلبت معاك بهايبرتنشان فبقتي وعملت سترس وكام ده كله طيب كلمة اليترا سي دي معناها اللي هي الجهل لوبركابيتا معناها في فقر فحالة الفقر مش تاكل كويس وده مالنيوتشان فده برضو ممكن يعمل لها مشكلة ويعمل لها انفكشنز ويخليها برضو تموت كلمة باريتي دي اللي كنتبولوك عليها بكده فكرة انها مش بس تاحمل كتير تاحمل كتير من غير ما تبقى فيه فراغات في النص يعني مش مثلا تاحمل وتخلف وعكا تستنى شوية كا تاحمل تاني لا بتاحمل عطول طيب والإيج اطبعا ده مهم جدا بمنتهى البساطة لو سيادتك كنتي اقل من 15 سنة او اكتر من 49 سنة وحملتي فده بيبقى حامل خطر سواء عليك او عليك جن طيب ودول اصلا سهلين انت ممكن تستنتجوهم يعني مش بتاحمل حتى يتحفظ ايه اسباب بقى انه مثلنا المبتادة بدأت تقل عشان احنا طبعا جمدين كالعادة فاحنا جمدين معناها ايه كالعادة اول حاجة المجتمع بقى عنده خلفية وفاهم وواعي وكل حاجة زي الفل اللي هو بقى فيه يعني الى حد ما تمام كل حاجة زي الفل وبعد كده في عندنا انه فيه تعقيم كويس فيه وزارة صحة شغالة كويس تمام فيه رعاية يعني اللي هو اللي هو الميديكال سوري كير لو حصل لك اي حاجة زيادة ممكن نورديك عطول طوارق اللي هي غرف الرعاية اللي هي بتبقى اللي هي واحدة الرعاية مركزة سوري طيب فبالتالي اول ضلع عندي بتبقى اول ضلع المجتمع بقى كويس وفاهم وواعي وكل حاجة زي الفل تاني ضلع الوزارة الصحة والدكاتر شغالين كويس وفي عندنا رعاية كويسة والضلع الاخير نحن عامين حماية وعلاق زي الفل عامين كوائس وعامين كنترول كويس وعامين كويس بس كيموبروفلاكسس وثرابي للسيفسوس سيفس طبعا معناها انفكشن اللي هي روماتيك هارد ديزيز يعني بتقليل روماتيك هارد ديزيز وفي عندنا بقى المواتي بي بس طبعا كيموبروفلاكسس دي معناها اللي هي بس كيمة دي عشرة خاطر بتتاخد قبل ما المرض يحصل كده خلصنا المورتاليتي وخلصنا البيرتريت نتكلم بقى عن الموربيديتي طيب ايه حكاية بقى الموربيدي مبدئين كموربيدي يعني ايه الاصابة بالمرض. في عندنا وفي عندنا ودينا ودول اشهر حاجتين ودول اهم حاجتين. وفي عندنا ودينا ودول ودول الى حد ما يعني موجودين اليوم علاقة بالنظر يعني اليوم كلمتين كنهف النظر. انما الانس دانس والبريفلانس مهمين اوه عشان كلهم هنتكلم على المسببات بالاعته. طيب او الفاكتورزاlene طيب. الانستدانس معناه الحالات الجديدة. معدات الاصابة الجديدة الناس اللي جالهم المرض جداد طيب يقولك هي نفس الكلام بتاعت طيب ما بكلامك على انسدنس تحط طيب وليه بضرب في عشرة قصة ان عشان تزبط الرقم يعني لما قول لسيادتك مثلا نطلع معك في الاخر الرقم سي مثلا واحد اضرب الواحد ده لو انت عايز تخليه واحد في المية خلاص اضرب في عشرة قصة اثنين فيبقى واحد ضرب عشرة قصة اثنين ليه طمع مية يعني هضرب في واحد في المية هيبقى واحد في المية خلاص؟ طيب اه فبيقولك عشرة قصة اني انت تخط مكانا اي رقم صحيح فيش مشكلة فده مايفيرش معنا في حاجة اما ليفرق معي فكرة انه تحت بوبليشن ات رسك يعني بيبالشن ات رسك بكل بساطة الناس اللي ممكن يجيه المرض يعني عندي مثلا في عشرة ممكن يجيهم المرض فخلاص هاحسب منه اكيد مش هاحسب من الناس الميتة يعني طيب وفوق يحسب بقى من ايه ودي مهمة جدا يقولك الناس اللي جارهم مرض من اكيوت انما جاء في الكرونيك وقال لك نيو كيزيس للكرونيك ليه؟ هو معتبر ان الحالة الاكيوت جديدة مفيش فيها قديم ليه؟ ان ان ده مرض اكيوت بيجيلك وتخفي منه ويجيلك ويموتك فبنتهى البساطة الحالات اللي بقى عندها المرض تطبر نيو انما في حالات الكرونيك الواحد ممكن يجي له مرض ويفضع عنده مرض تلاتين سنة يبقى ده كده مش نيو ده كده بقى قول ده خلاص فلازم اقولك نيو كيزيس في حالة الكرونيك انما يجي في الاكيوت ممكن ماقولكش نيو وتبقى الاجابة صحة ومهمة في الامسكين نيوميريتور طبعا اللي هو الجزء اللي فوق زي ما اتفاقنا يقولك هو الحالات الجيدة من المرض مرض معين في فترة معينة ويقولك كمان ان احنا كل البيبقاء في معظم الامراض يعني كلام في العام يعني في شميل المشكلة وهي كمان يقولك ويقولك من بوكليشنا قتريشك ويقولك ان ده بيتحطه في الدييوميليتور في اللي هو الكلام اللي تحت طبعا نيوميليتور يعني فوق ودينيوميليتور معناه تحت diyorum مقامه بسط يعني طيب فاكتورز أفكتنج الانستنان زي ما جل proposition اللي هو الانستنانس والبريفلانس ودور مهمين جدا جدا كمان طيب وكمان في النظر مش بس في الراون اول حاجة هم متجمعين في ايه هم الجمعين في بحر من الفاكتوس يعني العوامل اللي بتؤثر في الانستنس هي بحر من العوامل دي فبحر من يبقى عندنا باق راق ممنون لها بي اتش ار ام ان وجميل اعتقد ان شاء الله حرف البي حيبقى حاجة اسمها البوبيوليشن اين البوبيوليشن او بوبيوليشن باتر يعني ايه بقى بوبيوليشن باتر يعني المنتقل البساطة لما يكون عندنا الناس اللي عيشة في المجتمع بتاعي كلهم ناس كبار في السن وعواجيز ده يزاو يدلهم حاجة اسمها degenerative disease الامراض المبنية ان الخلايا تلك بدأت تموت وتعجز مش اوكي مش مشكلة كمان حرف البي حاجة اسمها programs وفي عندنا 2 programs حاجة اسمها screening program حاجة اسمها intervention program ال screening program ده منتقل البساطة ده الجنس بتاعنا بتاع الكوميتي اللي هو بيتعامل على معظم الناس اللي عيشة في المجتمع مش على واحد واحد ودي حاجة كويسة جداً ليه؟ لما بعملها على عدد كبير بكتشف مرض بسرعة ولما اكتشف مرض بسرعة يبقى الى حد ما هعرف ان انا احمي ناس تانية من يجي لها المرض بالعدوى ككوميين كبار وبالتالي screening program لو كويس وموجود ده حاجة حلو للإنسدنس طيب يخيين اعرف ناس اكتر وفي نفس الوقت احمي ناس تانية يعني هو حلو للإنسدنس بيزاود إنسدنس وحلو لين احنا كمان كده كاتر عشان قطر بنحمي المجتمع بتاعنا طيب وبالتالي لو الناس الكبيرة في سن كتيرة وده برضو حاجة كويسة لإنسدنس زيود الإنسدنس الانترفينشن program حاجة وحشة للإنسدنس يعني إنترفينشن يعني تدخل يعني تدخل من لي انك تعالج او تحمي قبل المرض يحصل فلو عملت الفكسينز او عملت الريديكيشن موجودت المرض قبل ما يحصل او عملته كيوم بروفلكسيس ماشي وغالبا بيتكلم عالبيفنشن احنا هنا كوميونتي فقا بيتكلم عالبيفنشن وكمان حمنا تتكلم على إنسدنس يعني المرض يكون حصل فانا فارق معي البيفنشن اكتر من الكنترول اكتر من التريتمين ليه؟ لان البيفنشن معناها انه مرض مش هيحصل انما الكنترول بنعمله بعد ما المرض يكون حصل فهيتحسب معي في الإنسدنس فالفكسين والأمساب كل الحاجات دي بتقلل الانستانس مش مهم الامثال مهم نكتبع عارف الحاجات دي بس طيب بعد كده عندنا بحر حرف ال H حاجة اسماء الهابتس changing الهابتس يعني ايه يعني انت طبعا بقى اللي بتدخن يقولك الناس اللي بتدخن هتزود الكنسر طيب ماشي والناس اللي بتستخدم حاجة اسماء الفلورين تمام اللي بتشرب مية فيها الفلورين ده بيقلل الدنتا الكارس يعني تسوي السنايا طيب ماشي يبقى الهابت على حسن ممكن تزود الانستانس ممكن تقلل الانستانس على حسن تبتعمل الهابت كويسة او الهابت وحشة طيب بعد كده عندنا بحر حرف ال R حاجة اسماء resistance ايه بقى حكاية resistance دي الدراجس دراجس لو احنا عندنا طبعا دراجس ده هيزود ان احنا يجينا الامراض فيزود الانستانس فبتال اللي بيحصل بسبب الانستانس ده هيزود الانستانس بعد كده بحر من حرف الميم هتبقى حاجة اسماء الميجريشن اه اين الميجريشن ميجريشن بيحصل ب Systems بمنتها البساطة نحن عندنا ها именно مكان مرض بالهارثية مثلا عندنا مصر على م挑ب كلنا عندنا بالهارثية مثلا يجينا شوية ناس جايين من برة مثلا من الكويت مثلا مية واحد دول ممكن بنكون دولا 저희가 هيجي لهم بالهارثية للا موجود اندمك فلما يجيول المية واحد دول بالهارثية في ميت واحد هو جاه لهم البلهايثية جدا فالميجريشن للمكان اللي في ميندامك بيزود الانسننس طيب لو عكسنا الاية وخلناها من الانديمك اريا يعني يسافروا من المكان الانديمك دا يروح مكان تاني ما فيش شي مرض ولا حاجة جمعادي هيقل الانسننس بس طبعا هو انا هحسب بقى نوعي ايجو للايه المكان اللي في الانديمك اريا بعد كده عندنا من حرف الان حاجة اسمها New و New Diagnostic Tools طبعا اكيد هتخلين ان اكتشف المرض اكتر فبنزود الانسننس طبعاً هتزود أن يجيلك المهارات فابتزود الإنستانس فأنت لو أخذت باقيكم هتلاقوم كلهم دي مهمة جداً في الامسكو من بيزود ومن بيقالل كلهم بيزودوا الإنستانس مع عادة الانترفينشن دي صريحة بتقلل الإنستانس والشينجينج الهابتس على حسب الهابت لو كان الحابت كويسة هتقل الإنستانس الهابت دي وحشة هتزود الإنستانس طيب بعده كانت تكلم على الأتاك ريت إحنا كنا بنتكلم على الإنستانس ريت وقلنا بمتاحة البساطة في أكيوت وكرونيك وهي من فوق الحالات الجديدة على إيه؟ على البيبوليشن أت ريسك طيب لما تكلم على الاتاك ريت فأنا بتكلم على الحالات الجديدة طيب ولكن تحت بحط كل البيبوليشن أت ريسك في بداية المرحلة دي واضرب في مية طبعا ضربي في مية ده برضو هو في الاتاك ريت والساكنري اتاك ريت شبه حاجة قلناها في الديث ريت اللي هو كان فيه اكسبشن برضو فإحنا كلا عندنا كلهم أصلا بضربوا في ألف معادة اكسبشن ده ضرب في مية ألف وده قلناه مرتين ده ضرب في مية وده قلناه ثلاث مرات ويقصة جاكل أصلا فيه عندي ورقتين هحاول حطوهم تحت في الديسكيبشن برضو مجمعين كل المعادلات وراء بعض في صفحتين بس أو في ورقتين بس فدي حاكوا الصفحتين أه الورقة هو وش وضهر لكن الصفحة وش واحد فهي صفحتين المهم الاتاك ريت والساكنري اتاك ريت احط تحت في دينو ميناتور احط كل الناس اللي قات رسك شبه الانسدنس شوي طب ايه الفرق ما بين دي وبين الانسدنس وانا اكيد في فرق الفر ان الاتاك ريت انا اتكلمت على وقت limited time انما فوق لما كنتوا كاميرا ما قلت لكش غير certain year and locality انما ما قلت لكش certain time وما جبت وجبت سيت ال locality هنا ما جبت سيت ال locality اصلا ودي حاجة مهمة دي رقم واحد رقم اتنين بنتكلم هنا على مستوى الساكنري اتاك ريت والساكنري اتاك ريت تعريف مختلف تقيبها النهائي بنتكلم على حياتي جديدة اه بس من ال contact يعني ايه يعني دلوقتي عندك مثلا واحد عنده المرض عمر وعيشين معاه فاعلته خمسة الخمسة اللي عايشين معامده اسمهم contact اسمهم مخلطين فمين من الخمسة دول هيجيون لمرض تلاتة جالهم المرض يبقى هم يتحطوا هنا تلاتة دول ليه؟ لانتالة دول كانوا contact وبعد كده قلبوا ان هما بقوا مرضين فحط تلاتة طب حط تحت ايه حط الخمسة اللي هو كل الناس اللي مخلطين هما خمسة على خمسة دربة مية انما فوق هنا كون من الكامعة كل الناس اللي جالها المرض حتى لو ما كانوش contact حتى لو ما كانوش مخلطين وبنحط تحت كل الناس اللي لقات risk اي واحد ممكن يجيله المرض تمام؟ طيب ال prevalence rate prevalence rate الناس اللي جالهم المرض جداد وقدام من الاخر كده وهو حلو اوه اصلا في حالة الكورونيك مش الاكيوت لان هتفنق بكال الاكيوت بيخف على طول لما الكورونيك بيعيش فضا طويلة طيب وبالتالي يبقى ال new old cases اللي عملناهم دياجنوز وطلعوا ونحط تحت ايه كل ال individuals اللي عملناهم examination يعني كل الناس اللي احنا عملناهم التشخيص وطلع عندهم المرض خلاص جداد وقدام بقى كلهم على بعض ده اسمه ال prevalence يبقى prevalence جيد وقديم instance جديد بس في عندنا حاجة اسمها point prevalence كلمة point prevalence هو نفس تعريف ال prevalence بس تقوم حتى لكلمة given point in time يعني حاجة لقلقة بال time نفس فكرة اللي اتاكرتلي كل ما يكعلنا يا فوق ما هي الفاكتورز اللي بتأثر في ال prevalence واعتقد دي اخر حاجة خلاص هوا الفاكتورز اللي بتأثر في ال prevalence مبدئيا كل الفاكتورز اللي بتأثر في ال instance بتأثر في ال prevalence ده ما ديه لان prevalence في تعريفه عبارة عن incidence اللي هي الحالات الجديدة زائد الحالات القديمة فبالتالي ال prevalence هيبقى اي حاجة بتزود ال incidence هتزود ال prevalence والعكس طب كويس طب والبقين دول اخبارهم ايه يقولك type of the disease و type of treatment نوع المرض و نوع العلاق نشوف يقولك لو المرض كان chronic بس ما بيموتش ده يزود ال prevalence ليه كلمة انو chronic يبقى فيه قديم وجديد ما بيموتش يبقى فيه قديم وجديد لازل كان بيموت ما يكونش هلاقي قديم كل هلاقي جديد بس وبالتالي هلاقي قديم وجديد بقى تزود ال prevalence انو ما يزودش instance عشان instance نحن مكيمش على القديم نحن مكيم على الجديد بس طيب المرض اللي ممكن يخف بسرعة ده يقلل ال prevalence ليه بيخف بسرعة يبقى مش يبقى فيه قديم يبقى انا عايزه مرض يكون طويل ليموت ولا الناس تخفى منه يفضلوا عايشين كده بالمر عشان اعرف اجمعهم قديم وجديد طيب type of treatment نفس ال point لو التريتميند ده هيخفف سيادتك يبقى للأسف هيبقى مش عارف احسبك كحالة ولا عارفتش حسبك كحالة قديمة يبقى ال prevalence هيقل طب لو التريتم انت هيخليك تعيش بس ما يخفكش يعني سيمتماتك كده ولا حاجة فتفضل عايش وجوك المرض لكن عايش ده حالة كويس يبقى سيادتك عارف اعتبرك كيز وزودك مع الكيز القديمة وزود ال prevalence بيك فالنقطين ده مهمين جدا في ال MSQ وبيحبوه حاجة اسمها selective attrition attrition معناها انه هو هجرة او انه هما احتكاك انه ناس تسافر او تيج او كام ده كله من ضمنها اهم حاجة migration يعني طيب changing classification ده معناها ايه ومنتهى البساطة احنا فيه عندنا مثلا مرض معين بنعتبره انه المرض ده من ضمن الامراض اللي علاقة مثلا بالrespirative disease وانا بعمل prevalence of respiratory disease وفجأة لقيتهم شالوا المرض ده من عندي فانا كده الامراض اللي موجودة عندي في الكاتيجوري قلت فبالتايا الناس المصابة هتقل لان انا شلت منهم مرض بالناس المصابة بيه فالprevulence يقل والعكس انه مرض جديد نكتشفه وندخله من ضمن الكاتيجوري بتاعت ده معناه انه عدد الامراض زاد فعاد الناس المصابة طبعا اكيد هيزيد وبالتالي اقوم مزود لايه الprevulence ده معنا كلمة changing classification برضو عايزين نجمحهم في حاجة زي عملنا في بحر من الفاكتورز فالفاكتورز اللي علاقة بيه انا كنت مجمحها في كلمة في كلمة كاتي كاتي عندنا اول حاجة حرف السي هتبقى اخر نقطة اللي هي changing classification وبعد كده حرف الاي هتبقى selective attrition وبعد كده عندنا حرف التي هتبقى type of disease والtype of treatment وبعد كده عندنا حرف الاي اللي هو بس ومرتين selective attrition معناها الاحتكاك زي ما اتفقنا selective attrition معنا احتكاك يعني ايه الناس اللي بتسافر زي ما قلنا قبل كده لو سافرت بعيد يبقى بتاني كان عندي كيز قلت فالprevalence يقل لو ناس جيالي بقى اهلا الناس سهل لو ناس عندها مناعة وجات لي او راحت مش تفرق معي انما لو ناس ساسبتابول لا تفرق معي كتير بس فهو يعني الموضوع اعتقد ان هو بسيط شويتين تقاتى حطولكم ان شاء الله عطول القوانين كلها مع بعض كده في صورتين ان شاء الله في description بالتوفيق يا رب و ربنا معكم بس كده هو والله الموضوع سهل بس محتاج ان هو يتحط كمعادلات جنب بعضها و كاكوسوس جنب بعضها بس